أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال وشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بامدادات الطاقة وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة وكذلك الإطار التشرعي المتطور لعملية الاستثمار بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر وخلال استقباله وفدا اقتصاديا كويتي من رموز مجتمع الأعمال بالكويت برئاسة محمد جاسم السقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح طلب الرئيس السيسي بنقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ومشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت معربا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجال الأعمال الكويتين نقلوا إلى رئيس السيسي تحياته شقيقيه الأمير نوافل صباح وولي العهد مشعل الصباح معربين عن تشارفهم بهذا اللقاء الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الإخوة والتعاون المشترك ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لا سيما في قطاعات التقى المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية كما أشهد الجانب الكويتي بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية لافتة في جميع القطاعات التنموية على نحو غير مسبوقة وفي فترة زمنية قياسية وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس السيسي للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاتثمارات إلى مصر وكافة الإجراءات ذات الصلة